السلام عليكم كديري اللي بس عليكم ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله يربي اليوم مع الفيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة سهلة والديدة ونحضر معكم حراشات بالجبن والزيتون اللي تيجول دادين بزاف وحتى الطريقة والمقادر اللي سهلين ستابعوا معي جميع المراحل وتابعوا معي الفيديو من الول حتى الاخر باش متفوتكم حتى شي حاجة خليكم مع الفيديو سنبدأ على بركة الله بالنسبة السميدة عندي هنا يا نسكيلو وعندي شوية الملحة وبالنسبة الزيتون والجبن العمارة عندي هنا يا كاز ديال ما ننسبقه والول حقاشا غادي ندير فيه الخميرة عندي نسكاس ربوع كاس ديال زيت رومية وعندي دقيق بالنسبة لدقيقة نزوج المعالق وعندي خمارة حمرة كما كتشوفو عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة بالنسبة السكار كتديرو جوج معالق ديال السكار سانيدة بالنسبة لي انا ما غاديش ندير فيه السكار نهائيا غادي نكتافه غير بلديك الملوحة اللي في الجبن وبالملحة اللي غادي ندير صراحة سيئك الجيل ديدة اللي بيت تستغنو على السكار ما تديروش المهم كما كتشوفو غادي نديرو النواشف هم اللولين قدرت الخمارة در شوية الملحة وغادي ندير دقيقة بالنسبة لدقيقة كما قلت لكم غادي ندير الجمعة عالق ديال دقيقة صافي غادي نخلط النواشف كلهما يمزيان كما كتشوفو كما كتشوفو من بعد ما خلطنا دوك النواشف غادي نضيف زيت رومية وغادي نخلط مزيان غادي نبس بس دك سميدة غادي نحاول ندخل دك زويتة كاملة في دك سميدة كما كتشوفو وغادي نقص واحد الكمية اللي قليلة باش غادي نقرسو دوك الحريشات ديالنا على تشكل هذا صافي وغادي نخلط ديك الخميرة من بعد ما تفعلات لي شوية غادي نخلطها مزيان بالمعلقة وصافي وغادي نخويها في على هاديك السميدة ديالنا وغادي نحاول غادي نخلط غيب سبعاني يعني متعجنوها موالو غادي نزيد الكس تاني الزمائي وقليت نزيد الكسان في ديالنا ضروري ما نجعلها خفيفة شوية لكي يأتي لكون بس دوك حريشات وغلاظة أثناء كل هذا كيف ممكن تشوفو كما كنتشوفو كما كنتشوفو كيف ما كنتشوفو كأنهم نحاول لبسها مزيان بالماء سوفو نقضيها لوجه ديالنا بحلاكة سوف نقوم بعمل شرب سوف نقوم بعمل شرب انا بديت سوف نعود معكم اخذت هذا الغلاقة أو نوتيلة لا نقوم بعمل بساركة لحرشة لا يجانيس متساوي يمكنني غطية اخذت الققطعة نوتيلة يجربها اخذت قطع الجبن اخذت القطعة و نضيف زيتون قطعة صغيرة نجمعها في الحرائشة نجمعها بشوية بشوية ثم نضورها نضيفها في السميدة ثم نضيفها في الغطة النوتيلة نضيفها نضيفها بشوية ثم نضيفها كما رأيت معكم طريقة العمارة نضيفها 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 لا تخافوا من العجينة يستعنوا بشوية الماء و هي مزيانة نضيفها و نضيفها طريقة سهلة و واضحة نضيفها نضيفها لما كانت لديكم العمارة تستطيعون أن تضيفها بشوية الماء كعادي صراحة نعجبتني هذه الماء لديها من الساعة لديها لديها أعمالية كثيرا وما التي ترى ستتفاتح نضيفها وبعد مرحلة نضيفها نضيفها لديها نضيفها نضيفها نضيفه نضيفها 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 كما تشوفوا من بعد ما حطيت الحرائشات سوف نقلب بهم بالوحدة بالوحدة كتلاحظوا بالنسبة للحرائشات إلا كان فيهم سكر أو العسل تقدروا الدرج جمع القضية للعسل أو السكر هما التي يخلوه تلك الحرائشة ستتحمر إلا ما بيتوا السكر قلت لكم ديروا العسل كما تشوفوا في مرحلة عادية نسالية الحرائشات جولي كما تشوفوا على تشكل هذا الصراحة كيجو لدادين بزاف تيجو زوينين وكما شوفت ورها الثانين في التحضير تشوفوا الداخل ذاك الجبن كيفاش كيجي كيجي تري تيجي المادقة ديالو مع الزيتون تيجي تيعطيو حد المادقة رائع غير جربوهم أكيد ما غاديش تندمو عليهم غادي نفعوكم بزاف لا في الفطور ولا في القطة يعني شي حاجة ليس سهلة وفي المتناول حتى المقادر كما شوفت ورها يعني متوفرين شكرا لك انجاء الله اقترح في اليوم واعجاب صراحة كانوا حريشات زوينين وسهلين وماظق ديالهم رائع ديال الملوحة ديال الجبن اعطيت واحد للماظق زوينين مع الزيتون غير جربوهم اكيد ما غاديش تندمو عليهم وإلا جربتهم أعجبكم لا تنسوا أن تبخلوا شيئا في الكمانتر وفي الجام أكيد الناس اللي أول مرة يدخلوا للقناة ديالي وكيشوفوها كانت مننا تابنوا فيها ديروا الجام تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديوها ديولي مع الأحباب والأصدقاء ديالكم علش الله مشتعموا الفائدة وكنبغيكم بزاف وشكرا بزاف للناس اللي كيشوفوا القناة ديالي وكيدعموها دائما والناس الجداد لعد دخلوا للقناة ديالي سنقول لهم مرحبا بكم وبسلام عليكم إلى فيديو الجاي